السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع الأساسي في مدار السبط الله الأساسية اليوم رح نبلش ان شاء الله يا سابع بشرح الدرس السابع من وحدة الهندسة وهو الدرس الأخير الموجود في هذه الوحدة والذي هو بعنوان مساحة الدائرة الهدف الرئيسي من هذا الدرس يا سابع هو أن نجد مساحة الدائرة وأن نوظف مساحة الدائرة في حل مسائل عملية طبعا لازم أول إشياء سابع أنه لازم نعرف ماذا نقصد بمساحة الدائرة هلأ أنا عندي هون شكل يمثل دائرة عشان أتعرف على مساحة الدائرة حكينا بالحسة الماضية أن المحيط هو يمثل طول المنحنة الذي يمثل الدائرة يعني هذا طول المنحنة لهذا الشكل لما أجي أنا أرسم هذا الشكل معناته هو يعني الإطار الخارجي لهذا الشكل وهذا يعبر عن محيط الدائرة أما مساحة الدائرة لما أحكي مساحة معناته أنا أحكي عن منطقة محصورة هلأ المنطقة المحصورة هي المنطقة المحصورة في محيط الدائرة كما هو موضح عندي بهذا الشكل يعني هذا المضلل باللون الأحمر هذا يمثل مساحة هذه الدائرة إذن المساحة هي تمثل المنطقة المحصورة في محيط الدائرة يعني أنا هاي المنطقة كلها لو إجيت قسمت هذه الدائرة إلى مربعات صغيرة وحكيت لك كم عدد الوحدات أو المربعات الموجودة داخل الدائرة رح تعد كل مربع موجود فيها هل لما بتعد هذا المربع يعني أنت قدرت تقريبا مساحة الدائرة المعطى وبناء عليه ترتبط مساحة الدائرة يا سابع بطول نصف القطر فقط إذن أنا لما بدي أشتغل على مساحة الدائرة رح أشتغل على نصف القطر فقط وليس على القطر وإذا أعطي في السؤال القطر لازم أنا أشتغل بطريقة معينة لإيجاد مساحة الدائرة الآن مساحة الدائرة لها قانون واحد فقط مساحة الدائرة تساوي نصف القطر للكل تربيع ضرب باي إذن مساحة الدائرة تساوي نصف القطر للكل تربيع ضرب باي وهذا القانون يكتب بالكلمات إذا بدي أكتبه أنا بالرموز إحنا منعرف أنه اختصار نصف القطر نون قاف إشارة التربيع طوضة ضرب باي ومنعرف أنه قيمة باي تساوي تقريبا 22 على 7 أو 14% وحكينا هاي قيمة يجب على كل طالب أن يقوم بحفظها أيضا بدك تعرف أنه القطر الواحد يتكون من 2 نصف قطر أنا عشان أطلع نصف قطر من القطر معلوم بقسم القطر على 2 عشان أطلع نصف قطر واحد وأيضا بدك تنتبه يا سابع أنه عند حساب مساحة الدائرة يكون الناتج دائما قيمة تقريبية واضح يا سابع إذن قانون مساحة الدائرة هو قانون واحد فقط مساحة الدائرة تساوي نصف القطر تربيع ضرب باي والآن رح يتم التعامل مع قانون مساحة الدائرة بأكثر من طريقة من خلال عرض مجموعة من الأمثلة التوضيحية على ذلك نبلش بأول مثال المثال الأول بحكي لي جد مساحة الدائرة في كل من الدوائر الآتي أنا عندي فرع ألف وفرع باء عبارة عن دائرتين الآن لو إجيت على الدائرة رقم واحد بلاحظ أنه راسم لي قطعة مستقيمة تمر بمركز الدائرة هلأ حكينا إذا كانت القطعة المستقيمة التي تصل بين نقطتين على محيط الدائرة واتصل بمركز الدائرة يطلق عليها اسم القطر إذن هون أعطاني إشي اسمه القطر أعطاني طول القطر في هذه الدائرة يساوي 14 سنتيمتر طب أحنا حكينا في البداية أنه مساحة الدائرة ترتبط فقط في نصف القطر طب أنا هون أعطاني قطر كيف بدي أوجد أنا مساحة الدائرة كما هو مطلوب من صيغة السؤال في هاي الحالية السابع نقوم بالخطوات التالية أولا لازم أطلع نصف القطر لأنه مساحة الدائرة مرتبطة بنصف القطر وليس القطر حكينا نصف القطر يساوي القطر تقسيم 2 بكتبه بالكلمات أو بالرموز القطر أعطاني إياه 14 تقسيم 2 إذن يساوي 7 سنتيمتر الآن عشان أطلع مساحة الدائرة رقم 1 طلعت أنا نصف القطر لأنه أصلا أعطاني في الدائرة الأولى طول القطر كامل وحكينا المساحة مرتبطة بنصف القطر نجد نصف القطر بقسمة القطر على 2 وعطاني إياه يساوي 7 الآن باجي بكتب قانون مساحة الدائرة وحكينا هاي أشياء أساسية يجب أن نعتمدها دائما في المسائل التي يكون فيها قوانين بكتب مساحة الدائرة تساوي إما بكتبه بالكلمات أو بالرموز يفضل أنك تكتبه بالرموز أسهل نصف القطر تربيع لا تنسى أنه نصف القطر مرفوع إلى القوة أو القس 2 ضرب باي الآن نصف القطر إحنا طلعنا 7 بحط 7 بين قوسين برفحها إلى القوة 2 ضرب حكينا بالحصة الماضية سابع أنه قيمة باي بتعتمد على طول نصف القطر أو القطر هلا إذا كان القطر أو نصف القطر من مضاعفات العدد 7 استخدم 22 على 7 طب أنا عندي 7 نفسها تساوي 7 إذن بستخدم 22 على 7 الآن بنزل إشارة اليساوي 7 تربيع الآن 7 تربيع تعني أن العدد 7 مضروف في نفسه التربيع يعني حاصل ضرب العدد في نفسه 7 في 7 تساوي 49 ضرب 22 على 7 أخذنا في قاعدة ضرب الكسور أنه أنا لما بضرب عدد صحيح في كسر أي عدد صحيح يكون مقامه واحد يعني هو أصلا يكتب على صورة كسر بسط ومقام كتبته على صورة واحد أو ما كتبته بظل عندي نفس الشيء أيضا ممكن أنا أجري عملية الاختصار مباشرة 49 في 22 على 7 إذا جعلت مقام هذا الكسر واحد أو ما كتبته ما بتفري الآن أنا عندي 49 بسط والسبعة مقام والتسعة واربعين من المضاعفات السبعة معناته بقسم على 7 بتعطيني واحد بقسم على 7 بتعطيني سبعة بنزل عندي الناتج 7 ضرب 22 تقريبا لأنه أنا عند حساب محيط أو مساحة الدائرة بدأ تكون النتيجة تقريبية ولا تكون النتيجة 100% الآن 7 في 2 يساوي 14 7 في 2 14 و1 15 إذن 154 ووحدة القياس سنتيمتر مربع ليش منحط إشارة التربية أنا قاعد بحكي عن مساحة والمساحة دائما تقاس بوحدات مربعة إذن رح تكون مرفوعة وحدة القياس إلى التربية أيضا لو إجينا على مثال رقم 2 أنا عندي الدائرة الثانية الدائرة المعطى عندي رسم لي قطعة تصل بين محيط الدائرة والمركز فقط هاي القطعة التي تصل بين محيط الدائرة والمركز فقط نطلق عليها اسم نصف قطر إذن بسميها نصف قطر وبناء علي السابع عشان أطلع مساحة الدائرة أنا بعرف أنه مساحة الدائرة مرتبطة تماما بطول نصف القطر معناته نصف القطر عندي جاهز إذن طالب المطلوب مني إيجاد مساحة الدائرة معناته نطبق مباشرة بحكي مساحة الدائرة تساوي نصف القطر للكل تربيع ضرب باي الآن نصف القطر خمسة الخمسة مرفوعة إلى القوة 2 ضرب باي الآن أنا عشان أستخدم باي الخمسة ليست من مضاعفات السبعة فمعناته باستخدم باي ثلاثة صحيح وأربعة عشر بالمية لأنه أسهل لي مرات القسمة عند بعض الطلاب فيها مشكلة فعملية الضرب بتكون أسهل خاصة إذا كان حافظ جداول الضرب بالطريقة الصحيحة الآن خمسة تربية تعني أنه العدد خمسة مضروف في نفسه خمسة في خمسة يساوي خمسة وعشرين ضرب ثلاثة صحيح وأربعة عشر من مئة الآن عشان أطلع حساب الدائرة من هاي الحالة بقوم بعملية الضرب وكأن الفاصلة العشرية غير موجودة وعند الانتهام من عملية الضرب نقوم يا سابع بعد كم منزلة تقع على يمين الفاصلة ونضحها في مكانها الصحيح بالعد في الناتج من جهة اليمين خمسة في أربعة عشرين خمسة في واحد خمسة واثنين سبعة خمسة في ثلاث خمسطعش انتهينا من منزلة الأحاد بحط صفر الأحاد بشطب الأعداد المحمولة عشان ما أرجع أجمعها في مرة أخرى اتنين في أربعة ثمانية اتنين في واحد اتنين اتنين في ثلاث ستة الآن بجمع سبعة وثمانية خمسطعش ستة واثنين ثمانية واحد وستة سبعة بعد كم منزل عيمين الفاصلي منزلتين ونضع الفاصلة العشرية إشارة تقريبا ثمانية وسبعين صحيح هو خمسة من عشر أو خمسين من مئة سنتيمتر مربع هاي وحدة مساحة الدائرة حسب المعطى عندي في هذا السؤال إذن أنا أوجدت مساحة الدائرة إذا علمى طول قطرها حكينا لازم أول إشي نطلع نصف القطر بقسمة القطر على اتنين بعدين أطبق على قانون المساحة ننقف تربيع ضرب باي إذا أعطاني نصف القطر جاهز نقوم مباشرة بالتطبيق على قانون مساحة الدائرة نصف القطر تربيع ضرب باي وبطلع من خلال إجراء العمليات الحسابية المطلوبة طيب لو إجينا يا سابع على مثال رقم اتنين مثال رقم اتنين شو بحكيلي إذا كان طول قطر الدائرة التي تقع في منتصف ملعب كرة السلة تساوي 11 متر تقريبا جدت مساحة الدائرة بدلالة باي إذن هون طلب بدلالة باي هل لم يطلب بدلالة باي معناته أنا ما بعوض قيمة باي لا بـ 22 على 7 ولا بـ 14% تمام هل هو أعطاني أنه أنا عندي دائرة تقع في منتصف ملعب كرة السلة يعني أنا عندي مثلا هذا ملعب خلينا نتخيله ملعب كرة السلة أنا آسف على الرسم لأنه مش دقيق يا سابع أنا عندي الدائرة التي تقع في منتصف ملعب كرة السلة أعطاني أن طول قطرها يساوي 11 متر إذن طول القطر أعطاني يساوي 11 متر الآن إحنا حكينا دائما في مساحة الدائرة المساحة مرتبطة بنصف القطر إذن أنا عندي 11 تمثل القطر إذن أعطاني القطر يساوي 11 متر طيب أنا بدي أطلع مساحة الدائرة هاي بدي أطلع مساحتها هاي الموجودة في منتصف ملعب كرة السلة بدلالة باي معناته أول خطوة لازم أطلع نصف القطر نصف القطر حكينا يساوي القطر تقسيم 2 القطر 11 تقسيم 2 ويساوي 11 على 2 تعطيني 5 ونصف متر واضح؟ إذن اللي مش عارفين يقسموها قسمة طويلة يعني أنا هاي عندي 11 على 2 11 على 2 فيها بخمسة 5 في 2 عشرة 1 ناقص صفر 1 1 ناقص 1 صفر 1 على 2 لا يجوز حكينا منرفع فاصلة عشر يوم ونضيف صفر 10 على 2 فيها بخمسة 10 بنزل الباقي يساوي صفر الآن بتصطلعنا نصف القطر الآن بدي أطبق على مساحة الدائرة بأن يتم إيجاد المساحة بدلالة باي لما يحكي لي بدلالة باي معناته أنا ما بعوض قيمة باي 22 على 7 أو 3 و 14 بالمية وإنما نقوم بتطبيق الخطوات التالية مساحة الدائرة تساوي نصف القطر للكل تربيع ضرب باي نصف القطر خمسة ونصف للكل تربيع ضرب باي ببطل تنزل كما هي لأني أنا بدي أطلع الناتج بدلالة باي الآن خمسة ونصف تربيع بوجد ناتج الضرب أو مربع العدد خمسة ونصف مربع العدد خمسة ونصف إني أضرب وكأن الفاصلة العشرية غير موجودة وبعد الانتهاء كما حكينا بالمرات السابقة بس أنتهي بعد كم منزلة تقع على يمين الفاصلة في العدد الأول والثاني وبعد من جهة اليمين في الناتج 5 في 5 25 5 في 5 25 و 2 27 زائد صفر المنزلة 5 في 5 25 5 في 5 25 و 2 27 5 12 10 1 3 طبعا أنا عندي هون 5 ونصف تعني هاي تعني 5 و 5 بالعشرة ضرب 5 و 5 من العشرة واضح الآن معناته عندي هون منزلة وهون منزلة إذن بعد منزلتين 1 2 وهيك بيكون عندي الجواب تقريبا يساوي 30 صحيح و 25% ضرب باي وممكن أنا أكتب إشارة باي بهاي الطريقة أو بالطريقة اللي تعودتوا عليها من خلال الدرس الماضي إذن لما يحكي لي سؤال بدلالة باي معناته بعوضه بالطريقة التالية لا يتم وضع قيمة لباي في إجراء عملية الحل نيجي الآن يا سابع على مثال رقم 3 مثال رقم 3 يا سابع مهم جدا والكل ينتبه لمثال رقم 3 مثال رقم 3 بيحكي لي حديقة دائرية الشكل محيطها 88 متر جد مساحتها يعني أنا الحديقة الموجودة عندي هون ما أعطاني معطيات في هاي الحديقة إلا أن قيمة المحيط تساوي 88 متر ومن محيط الدائرة بدي أوجد المساحة هلأ في إشي مشترك بين المحيط والمساحة هو طول نصف القطر لأن المساحة تعتمد على نصف القطر والمحيط له قانونين إذا كان القطر معلوم أو إذا كان نصف القطر معلوم الآن عشان أنا أربط بين المحيط والمساحة يجب أولا إيجاد طول نصف القطر إذن هذا المثال مهم الآن حكينا لازم يكون في عندي رابط بين المحيط والمساحة الرابط الموجود بين المحيط والمساحة هو طول نصف القطر عشان أطلع أنا طول نصف القطر يا سابع لابد من إيجاد أولا طول نصف القطر باستخدام القانون التالي اللي أخذناه بالدرس الماضي حكينا إذا كان طول القطر أو طول نصف القطر مجهول ممكن أطبق مباشرة على القانون الذي يمثل القطر يساوي المحيط أو محيط الدائرة تقسيم باي الآن المحيط أعطاني يا 88 تقسيم باي بنزلها الآن الثمانية وثمانين بتنزل تقسيم الآن أنا حكيت لك بالدرس الماضي إذا كان العدد من مضاعفات العدد 11 يفضل أن تستخدم قيمة باي تساوي 22 على 7 أو إذا كان العدد من مضاعفات 7 يفضل أنك تستخدم أيضا 22 على 7 إذن على 22 على 7 حكينا قاعدة قسمة عدد صحيح على كسر وانتبهوه لأنه إحنا في القسمة لا توحيد المقامات في الضرب يا سابع ما من واحد مقامات الآن بنزل العدد الأول كما هو بستبدل القسمة إلى ضرب عفوا ونأخذ مقلوب الكسر الثاني الآن الثمانية وثمانين واثنين وعشرين من مضاعفات العدد 11 على 11 بتعطيني 2 على 11 بتعطيني 8 برضو الثنين والثمانية في قاسم مشترك بناتهم هو العدد 2 إذن هون تقسيم 11 أول مرة وهون تقسيم 2 أنا بوضح لك الخطوات عشان تتذكر كيف أجريت عمليات الاختصار 2 على 2 بواحد 8 على 2 تعطيني 4 الآن 4 ضرب 7 تساوي 28 متر هاي عبارة عن القطر لأنه إحنا طبقنا على قانون القطر طب إحنا حكينا اللابد من وجود رابط بين المحيط والمساحة الرابط الموجود بين المحيط والمساحة هو عبارة عن نصف القطر معناته الآن باجي أطلق نصف القطر يساوي القطر تقسيم 2 ثمانية وعشرين بدي أقسمها على 2 وتساوي واحد 2 على 2 بواحد ثمانية على 2 يساوي 14 متر هذا طول نصف القطر وهو المطلوب اللي عشان من خلاله أوجد الحل الآن أوجدنا من خلال يعني استفدنا إحنا من معلومة المحيط في إيجاد طول نصف القطر الخطوة رقم 2 بدي أوجد مساحة الدائرة مساحة الدائرة تساوي نصف القطر للكل تربيع ضرب باي الآن يا سابع نصف القطر طلعنا 14 متر معناته تحت نصف القطر بكتب الرقم 14 بحطه بين قوسين للقوة 2 ضرب الـ 14 من المضاعفات السبعة معناته باستخدم 22 على 7 الآن الـ 14 هاي تعني تربيع تعني 14 ضرب 14 ضرب 22 على 7 صير أكتبها بهاي الطريقة في ناس بيكون حافظ مربعات الأعداد لأنه احنا اشتغلنا عن مربعات الأعداد صف 5 و 6 و 7 وحكينا أنه يفضل أن تكون حافظ مربعات الأعداد أقلها لعند الرقم 14 أو 15 الآن اللي حافظ مربع العدد 14 ممكن يكتبه مباشرة اللي عنده مشكلة في بعض العمليات الحسابية ممكن يفك تربيع العدد هلا لما بدي أفك تربيع العدد يعني 14 تربيع تعني أنه العدد 14 نضرب في نفسه الآن هاي بسط وهاي بسط وهاي بسط والسبعة مقام مقام الـ 14 تساوي 1 معناته بقدر أختصر السبعة هاي بواحد والـ 14 هاي قداش فيها بـ 2 لأنه سبق 14 على سبعة تساوي 2 بصفي عندي 14 ضرب 2 ضرب 22 أصبحت عندي عمليات حسابية عادية وهي إجراء عمليات الضرب 2 في 4 8 2 في 1 2 ضرب 22 الآن عشان أطلع مساحة الدائرة لازم أضرب 28 في 22 ضرب جانبي 2 في 8 16 2 في 2 4 و 1 5 صفر المنزل 2 في 8 16 2 في 2 4 و 1 5 6 بتنزل 5 زائد 6 11 1 و 5 6 إذن طلع يساوي 616 616 وحدة القياس 100 مربع هاي عبارة عن مساحة الدائرة وهو المطلوب من السؤال آخر مثال يا سابع طبعا يا سابع ما بينفع إنك بس تحضر الفيديو إنك تحضره لمرة واحدة فقط بدون ما تستخدم قلم وورقة لتقبيق حتى الأمثلة التي يتم إعطائها من خلال الشرح يفضل إنك حتى الأمثلة إنك تعيد حلها مرة مرتين عشان تتمكن من حل الواجب بطريقة سحلة وسلسة وبتكون متمكن تماما إجراء جميع العمليات الحسابية المطلوبة وبتمنى منكم يا سابع أيضا عدم اللجوء لاستخدام الآل الحاسبة في إيجاد النواتج وهذا رجاء حار لأنه أنا بغالبية الواجبات اللي وصلتني بالمرة الماضية كان في اعتماد كبير على إيجاد الناتج مباشرة بدون استخدام المهارة في العمليات الرياضية وهذا شيء يعني لا يعقل وما بيصير لأنه أنت هيك يعني بتحبط قدراتك في إجراء العمليات الحسابية المطلوبة فالرجاء الحار يا سابع إنك تلتزم بحل التدريبات وعرض خطوات الحل كاملة حتى تكون أنجزت ما هو مطلوب منك من خلال هذا الدرس والدرس الذي يسبقه والدروس التي سوف تأتي لاحقا إن شاء الله آخر مثال عنا يا سابع هو مثال رقم أربعة عندي هون علبة قاعدتها دائرية الشكل أعطاني مساحتها تساوي 314 سنتيمتر مربع جد طول نصف قطرها إذن هو أعطاني المساحة جاهزة والبعد المجهول في هذا القانون هو طول نصف القطر الآن عشان أنا أطلع نصف القطر بدنا نستخدم قانون مساحة الدائرة أخذنا مساحة الدائرة تساوي نصف القطر للكل تربيع ضريب باي تمام؟ الآن ببدأ بتفريغ المعطيات زي ما تعودنا 314 بحطها عند كلمة المساحة تساوي نصف القطر تربيع هو بدي أرمز له بالرمز سين لأنه قيمة مجهولة هاي سين تمثل نصف القطر التربيع معناته لازم تنزل ضرب باي الآن باي بتعتمد على العدد الموجود عندي في مساحة الدائرة 314 طب أنا في عندي قيمة بتشبهها لهي 3 صحيح و14 من 100 في هاي الحالة ممكن أنا أستخدم 3 صحيح و14 من 100 لإجراء اللازم في الحل وإيجاد قيمة نصف القطر الآن هاي أصبح اسمها معادلة خطية الآن عشان أطلع قيمة سين ليجب أتخلص من هذا العدد الموجود عندي في هذه الجهة من الطرف الثاني في القانون الآن عشان أتخلص منه بدي أقسم عليه لأنه معكوس الضرب دائما قسمه في الطرف الأول وهون دي أتخلص منه بالقسم عليه هون ما هون بيروح الآن أخذنا بالصف السادس لأنه لما أقسم عدد صحيح على كسر عشري يجب أولا أن يكون المقسوم عليه أو المقام عبارة عن عدد صحيح يخلو من الفاصل العشرية طب أنا المقام أو المقسوم عليه هون موجود عندي على صورة كسر عشري عشان أتخلص من الفاصل العشرية في عنا طريقتين الطريقة الأولى أني أحذف الفاصل العشرية وأعد كم منزل عيمينها عندي منزلتين وأرفع الصفار إلى البسط بمقدار المنازل التي تقع على يمين الفاصلة في المقسوم عليه أو طالما أنا عندي هون منزلتين على يمين الفاصلة عشان أتخلص منها معناته بضرب في عشرة أو مية أو ألف مين بيحدد لي كم منزل عيمين الفاصلة في المقسوم عليه أنا عندي هون منزلتين على يمين الفاصلة معناته بضرب البسط والمقام بنفس العدد مية لما أضرب في مية رح يطلع عندي هون 314 صحيح لأني بحرك الفاصلة منزلتين وهون رح يزيد عندي صفرين على هذا العدد الآن لما بدي أقسم هذا العدد على هذا العدد 314 أو 314 رح تعطيني واحد والصفرين رح ينزلوا صح ولا لا وانتبه في عملية القسمة هذول عداد متشابهة أي عدد بقسمه على نفسه دائما جوابه واحد الصفرين بينزلوا هذول يساوي سين للكل تربيع الآن أنا بدي سين واحدة أنا بدي نصف قطر أنا ما بدي نصف القطر تربيع معناته عشان أتخلص من إشارة التربيع لازم أستخدم الجذر التربيعي وحكينا الجذر التربيعي له صورتين إما أن يكتب بهذه الصورة أو أن يكتب بوضع دليل الجذر 2 على رأس الجذر وأنا هون حط لك سابع مربعات الأعداد من 1 إلى 14 لأنها بتفيدك في إيجاد نصف القطر لأنه كل ما كنت حافظ أنت مربعات الأعداد من السهل إيجاد جذرها التربيعي مباشرة وبناء عليه الجذر التربيعي للعدد 100 يساوي 10 وإشارة التربيع بتروح مع الجذر لأنه أصغر وحدة عندي في أو دليل جذر يساوي 2 معناته دليل الجذر مع 2 بتروح لأنها وحدة متشابهة بتنزل عندي سين إذن نصف القطر في هذا المثال تم إيجاده يساوي 10 وحدة القياس سانتي متر وهذا هو المطلوب إذن يا سابع لازم تتمكن من إجراء عمليات الحسابية من خلال عملية التطبيق وذلك بدراسة الأمثلة وكتابة الواجب بعض جميع الخطوات الرجاء الحار كتابة جميع خطوات الحل واستخدام قدراتك العقلية في حساب جميع العمليات المطلوبة في السؤال والله يعطيك العافية ونراكم على خير إن شاء الله